لكن أريد أن أتوجه إلى ضيفي في السيديو سيد جونين بنيتحاك ضابط سابق في الشباك تحياتي إليك سيد جونين إذن سيد جونين نبدأ مع الجبهة الجنوبية وما سمعناه من الزملاء في الميدان إلى النطق لجبهة الشمالية يقولون بأن هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من شمال غزة هل ممكن أن نقول بأن هذا الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي والعتاد العسكري له علاقة بالجبهة الشمالية وربما انسحاب الجنود كي يكونوا في الجبهة الشمالية المشتعلة حاليا أنا لا بطوخ ليس متأكدا من ذلك يجب أن ننظر على هذا الأمر على أنه نوع من المحاولة محاولة ترتيب عمل الجيش لدينا جنود منذ أكثر من 80 يوم بالجبهة لا أقول بأن هذا يشهد على النية لعمل شيء في الشمال إلا أن الفهم أن شمال القطاع قد عولج من قبل إسرائيل فكنت سأنظر إلى هذا العمل على أنه تكتيكي يتعلق بما يحدث في القطاع وليس بالسياق الأعم أو في جبهة أخرى أنت تقول أنه تم التعامل مع شمال القطاع واليوم شاهدنا رشقات صاروخية من شمال القطاع إذن ما زالت الفصائل الفلسطينية متواجدة هناك وتطلق الصواريخ نحن كمواطنين في إسرائيل هناك توقع لحل سحري وهذا لن يكون على فكرة أعتقد أنني جلست هنا عندكم من اليوم الأول للحرب وقلت أن هذه الأهداف التي تحدث عنها رئيس الحكومة دمار حماس والقضاء على حماس وقلت أن هذا ليس وكعنياً ولن يكون وهم يسطلون حتى اليوم إطلاق الصواريخ بشكل عام نتحدث عن سيطرة نسبية في شمال القطاع نتحدث عن حرب في القطاع في ثلاثة مناطق على الأرض, تحت الأرض وفوقها بالجو والجيش يحاول أن يحارب بثلاثة مستويات الجو والأرض وتحت الأرض والاستخبارات تقول وتقود الفكرة أن أغلب الكوة موجودة تحت الأرض سيد جونين الحرب هذه مستمرة لفترة 81 يوم وكان هناك العديد من المناكفات منذ بداية هذا اليوم منذ بداية الحرب بين الفصائل الفلسطينية من لبنان وأيضاً حزب الله وأيضاً إسرائيل لكن في الآونة الأخيرة منذ اغتيال الضابط الإيراني البارز رضا موسوي نحن لم نكن نشهد على هكذا ربما تخوف كبير من تصعيد كبير في الشمال كما حدث في الأيام الأخيرة ونشهد الاستعدادات العسكرية الكبيرة في الشمال هل بالفعل نحن مقبلون الآن على جبهة مفتوحة وقوية كما في جنوب أيضاً في الشمال أولاً يجب أن نقول حسناً أنك تطرح هذه المسألة لأنني تحدثت اليوم مع أشخاص يتجولون في الشمال ويدخلون إلى البلدات الشمالية يجب أن نقول أن البلدات إلى جانب الجدار فيها دمار كبير يعني حزبالله بطلق صواريخ يعني لا نسمع عن هذا ولكن هناك دمار لهذه البلدات في منارة مرجليات وغيرها يعني هناك تجري حرب ولو كانت بمستوى منخفض فكل خطأ سيكون به أي طرف من الطرفين إن كان عمداً أم لا وذكرت المسؤول الكبير لإيراني يمكن أن يؤدي بناء الأحليف شاملة نتذكر قضية عنوزام عنوزام عنقيد الغضب أيام پيرس كيف ورت المنطقة هذه الجبهة على وشك الانفجار يعني في بداية هذه الحرب كان الجيش الإسرائيلي يرد على ضربات ورشقات صالوخية تطلق من لبنان فيقوم بالرد عليها اليوم في الأيام الأخيرة خاصة في آخر يومين نشاهد أن الجيش الإسرائيلي أصبح يضرب أهداف لحزب الله بدون أن تضرب لدي أحساس أنهم في إسرائيل يفقدون صبر وهم لا يرون أي كذلك السكان يفقدون صبرهم لا يوجد أي توقع متى يعودون كان أعتقاد بأنهم على وشك يعودوا ونعرف أن هذا غير واقعي لذلك هناك ضغط على الحكومة وهذا يضغط على الجيش وفي هذه النقطة إسرائيل تفقد صبرها وأن لذلك فنرى ضربات أكبر في داخل لبنان وانتظرت إسرائيل لترى أن كان ممكن حل المسألة بالشكل الدبلوماسي ولكن لا يبدو ذلك أيضا في عقاب مقتل الجنرال في إيران رضا موسوي اليوم أعلنت الخارجية الإسرائيلية عن انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيو ديلي وترجحات تقول أنه كان ردا على قتل الجنرال الإيراني اليوم نشاهد غضب عارم على إسرائيل في العالم واليوم نشاهد أيضا محاولات للهجوم على سفرات الإسرائيل في العالم هل إسرائيل جاهزة لهذا تصعيد حتى في الخارجيات الخاصة فيها في العالم؟ أعتقد أنه منذ أن دخلنا إلى الحرب في 7 أكتوبر بدأت إسرائيل لسعداد لهذا الوضع وهذا ليس جديدا أذكركم أنه بوقته عندما كان اغتيال عباس موسوي كان الرد التفجير في الأرجنتين ومهاجمة مؤسسات يهودية هناك أعتقد أن إسرائيل تعرف ذلك دائما يوجد ضغط ويوجد مظاهرات أمام السفارات في النهاية نرى ما حصل اليوم في الهند وأعتقد أننا يجب أن نتوقع أن الرد لن يكون على تل أبيب كما قال بالأمس الإيرانيين عندما يقولون ويحددون تل أبيب ويقولون يجب أن يعدوا عكسيا وليكسدون أن يكون هذا بالذات في إسرائيل ترجمة نانسي قنقر